ينتظر سكان حي العامرية في مدينة معان تنفيذ الوعود التي قطعتها الجهات المعنية لهم إثر مطالباتهم ببناء مدرسة للحي وإنشاء مركز صحي مزيد من التفاصيل في هذا التقرير يعاني سكان حي العامرية المعروف بحي الزراعة في مدينة معان من نقص في خدمات حيهم الأساسية كالبنى التحتية والإنارة وغيرها والتي طالبوا بتحسينها مرارا وتكرارا المدرسة بحاجة إلى توسيع صفوف من صف الثالث الرابع لغير مختلط لأنه نكون توسيع وتوزيع نشارعنا هذا له ثلاث شهور جاءوا حطوا الحصمة ودشروا وخارب أكثر من أول همنا في هذا الحي إحنا بحاجة ماسي إلى مركز صحي الحي كبير وكل ماله بتستحفى هذا الحي بحاجة ماسي إلى مركز صحي وجميع التخصصات لأنه أنت بتعرف المراكز الصحية بعيدة عنها والناس بمواصلات كمان صعبة هنا في الحي إجراءات عديدة منها ما هو مالي وآخر إداري يحول دون تنفيذ كافة المطالب المختلفة حسب رأي المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها بلدية معانا الكبرى النظافة فيه هي بشكل عام مستمرة لكن الوضع يعتبر من الأحيال مفتوحة أو منطقة مفتوحة أي عاصورة أو هبة هواري تنقل النفايات من مكان لمكان فبالتالي بدأت تجمع حتى لو نظفت قبل نص ساعة ممكن أن ترجع مكانها أحنا قدر الإمكان بتعامل معها من خلال الحاويات ورفع الحاويات الموجودة يأمل قاطن الحي في تحسين خدمات حيهم خلال الفترة القادمة يذكر أن حي العامرية يقتنه أكثر من 330 نسمة حسب إحصاءات التعداد الأخير للسكان والمساكن أحمد العجلوني رؤية